اشتركوا في القناة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إمانا بأهمية التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في هذا القطاع جاء البرنامج التدريبي الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي بشراكة واسعة من قبل عدد من الجهات المعنية ليضع خارطة طريق نيرة تطمح لرفع الجاهزية للتعامل الاحترافي مع الجرائم المالية في كافة أشكالها وأثارها أعتقد مثل هذه الدورات واضح جدا دورها في كيف نستطيع نتكلم بين بعضنا بعض كأجهزة مختلفة كيف نستطيع نرفع مستوى التدريب ونستعين بما يجري في العالم من أفضل ممارسات هذه تمكننا جميعا من بناء القدرات على الأرض للتعامل مع الجرائم المماثلة وتحسين قدراتنا في تعامل معاها بشكل سليم التعريف بالضبطية القضائية والتعريف كذلك بأفضل ممارسات الفرق بين القانون وبين التطبيق على أرض الواقع موضوع مهم ويشعرنا كمشرعين بأن البحرين دائما قادرة على أن ترفض تجربتها التشريعية بتجربة عملية البرنامج التدريبي المتقدم يعمل على مساندة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لإدراكها بمدى خطورتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية كما يهدف إلى استمرار نجاح استراتيجيات المكافحة بما يتضمنه من محاور ترمي إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق وتطوير أدوات وطرائق عمل مأموري الضبط القضائي البحرين قطعت شوط متقدم جدا في مواجهة جرائم غسل الأموال وهو مشهود لها بهذا الإنجاز وأن هذا البرنامج حقيقة هو فرصة ليؤسس لعلاقة ويعزز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمواجهة هذا النوع من الجرائم مثل ما تعرف أخينا البحرين قطعت شوط متقدم جدا في التشريعات ولكن التطبيق العملي بحاجة لأن نلتقي باستمرار بحكم أن الوسائل وأساليب ارتكاب الجرائم يتطور باستمرار بمرور الزمن يهدف هذا البرنامج إلى عدة أهداف ويمكن أهمها هو الوصول للعدالة الناجزة ومن ثم تعزيز القدرات والوعي والإلمام لدى السادة المشاركين المعنيين المتخصصين في الجرائم المالية وأيضا دراسة والتحاور وتباري الأراء والأفكار فيما يعني بالإشكاليات والتحاريات التي قد نواجهها أثناء مباشرة الدعوة الجنائية مرورا أو بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وثم التحقيق وحتى الفصل فيها بالحكم الجنائي جهود كبيرة بذلت من أجل تنظيم هذا البرنامج التدريبي بشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص إذ يستمر على مدار عام كامل في مجموعة من الجلسات ووراش العمل التي تتناول موضوعات قانونية وعملية وفق أحدث التجارب والمستجدات يحاضر فيها عدد من أعضاء النيابة والقضاء والخبراء المختصين ويحضرها ثمانون مشاركا من القضاء وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من مختلف الجهات المعنية بالمكافحة هذا البرنامج التدريبي المميز يهدف بمجمله لتعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوة الجنائية بشأن الجرائم المالية على وجه الخصوص إضافة لتطوير كفاءة العاملين لتعزيز الوصول للعدالة الناجزة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين